الحكاية بدأت تصويرها هذه في مكتب الاستقبال متاع السجن المرنجية بتونس أنا وبابا الزيارة الأولى اللي أول مرة أنا ندخل للحبس وعندي فكرة كبيرة عن الحبوسات من خلال الحكاية اللي نسمحهم ومن خلال بحثة أنا نعمل فيه أما يدا كان أول مرار ندخل فيه للحبس يعني نحب نقول الساعة الكتاب هو بشكل عام تحرر الكتاب يهزل التحرر سواء بالنسبة لإنسان في الحياة العامة عادي أو إنسان في السجن اللي ما يقراش ما يتحررش اللي ما ينورش فكره ما يتحررش بالنسبة للإنسان في السجن الكتاب يولي يحرروا ويعطيه فرصة باش يعيش داخليا بشكل كما لو أنه كان البرة أول كتب بقريتهم في السجن تسعة أفريل في الرواق من عرش أنتم صغار مخلقتوش عليه ربما في الرواق نسميون نحن رواق الموت رواق العزل إلى أخيره البابينون أ سيلونات فلا ما كانش فيه إمكانية باش تحصل على الكتب على قل بالنسبة للفترة الأولى من الاعتقال فارفاقي وأنا كنا خمسة أو ستة موزعين على سيلونات أضربنا كم من مرة أضرب الجوع مطالقة بالكتب جاءت الأوامر المديرة السجن لوقتها اللي يتذكروا الشيات اللي يزازوا باش يعطينا لكتب جاء قال مشكلة أني ما عنديش كتب خليوا يجيونا من برعة وقتها ما عنداش حق في القفة اللي نعملوها ما سيفي بالأداء بيت كتاب يدخل قول مثلا كتاب هذا يدخل قول المكتبات يخلع بد واحد واحد اللي يجي ثنية ثلاثة لكون عندكم رجيستر نعاش كن في المكتبات الكل موجودة رجيستر كبير دافدار دافدار الغلف دائق قوي شوية ميتش ي أيوان وفي هو بالميزة أيوان نبدأوا بالمدينة ثم اسم الناشر ثم التاريخ والتاريخ هي السنة فقط مراتنا نلقاه الشهر ولا زيد ولا دوزيم تخيميستر ولا دونك التقديم يكون مقرر معنا أشهد طبرة أيوان هدا يا بسفة عامة الحاجات اللي لاحظت فما واحد من الإطارات ترح مثلا أن يعلن إحداث فيفري اللي هو يوم انطلاق الحملة المتعة تبرى كيوم للمسابقة يعلن عليه ستة شهور قبل مثلا كل واحد يكتب قصة قصيرة وليونز نقولوا هذا فلان من سجن حربوه بأخذها جائزة جائزة الأولى الأخرى الثانية الأخرى الثالثة ونخرجوه الكتاب يعني يقارب 980 عنوان معنا تتوازع لش نعبر كل وتكون معها كل كل بيت يدخلها لا 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 ليست بتعلم تبر كل الموجودين عنها في المكتب ومعها كل ليست معها بتأخذ فليك منك وتخليها المدد معناها 24 ساعة يختار في عقله يقيد اسمه وعنوان الكتاب ورقم على ضول على ضول الليسة اللي عندك معنا بعد 24 ساعة يجيك جيك قيده هو في البيت اسمه ولقبه وعنوان الكتاب ورقم الكتاب من تاريخ التسليمي عنا برشة ناس ما عنا برشة ملينة همش ونحيي السيدة اللي أشرفوا علينا ونحيي السيدة ونحيي المدام ونحيي الإدارة العامة للسجوم الإصلاح اللي قاتى احتلنا الفرصة هذه ونحيي زمالينا بكل وبركة لو فيكم وإن شاء الله تتواصل حاجات كي ملكي ونحيي ونحيي تتعاود هادية ملاحظة اهمة جدا بالنسبة لنا برب مع أحد يعطيهم ملاحظة يعطيهم على ذلك فما كل ما تتعاوض كلمة سوي فين اسمه فيها لازمه في كلمة سوي فين شكون الناطق الرسمي سوي فين ماشينا نجيب عدم تنساق مش هكذا مش هكذا مش هكذا مش هكذا مش هكذا بوسط مش هكذا مش هكذا بقوله بزيارة مئنين موقع الاوناء ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر